للحديث عن تفشلتها بالكبد الوبائي وانتشار سوء التغذية ينضم إلينا من غزة مدير مستشفى كمال العدوان الدكتور حسام أبو صفية دكتور حسام أهلا بك دكتور حسام نتحدث عن أبعاد هذه الحالة الصحية سواء بتأثيراتها على الأفراد وكذلك مجتمعيا خاصة عندما نتحدث عن الكبد الوبائي واجبنا بالتأكيد شكرا لك الله يفعل بما يحصل الآن الموضوع الكبد الوبائي الفاضل الآن هناك صعلا تكدس الحالات هناك ثوافت بحدث كبير يوميا إلى مششفى كمال عدوان وخاصة أصوار وخاصة أصوار دون سن ثمان سنوات هناك عدد تأتي من مناطق الهواء مناطق الهواء أن تعلمون جيدا هناك لا طعام ولا ماء جيد نعم والزحام المواطنين طبعا هذا يؤدي لتفشي العدوى والعدوى تنتقل بسرعة بين الطفل والآخر وخاصة إذا كان هناك لا تهوية سريمة ولا طعام سريم ولا استخدام ولا خصوصية لكل مضيط في هذا المكان صراحة إحنا فقدنا حتى بعض الأطفال اللي دخلوا فيه يعني في ارتهاب كبد حاجة وثم في قصورة عمل الكبد وللأسف فقدنا أكثر من أربعة أطفال بسبب الكبد الوبائي يعني إحنا في الصابق كنا نرى يعني كل مثلا خمسون ثم نرى حالة واحدة اليوم نرى يوميا يوميا من خمس إلى عشر حالة كبد وبائي وهذا عندما يدل على أنه تفشي هذا المرض في مناقق الرواء وفي ظل العدوى وفي ظل الشرح الموجودة بسرعة كمال عدوان لا نستطيع أن نوطر خصوصية لهؤلاء المرضى يعني هؤلاء المرضى يحتاجون إلى غلطة عزل أو غلطة خاصة للتعامل يحتاجون إلى محلين خاصة يحتاجون إلى أزلية خاصة يحتاجون إلى راحة خاصة وللأسف يعني نحن في الوضع الحالي لا نستطيع أن نوطر أقصد الإمكانيات لمتابعة ومعالجة الحالات هذه صراحة الأمر صعب وهناك تفشي واضح جدا ولا نعلم صراحة الأيام القادمة لم يكن فعلا هناك أتوقع من هناك سيكون المزيد والمزيد من هذه الإصابات لأن علاج الكبد البائي هو أول شيء هو عزل ومن ثم راحة ومن ثم طعام سليم ومن ثم ماء سليم لكن لا تشديد كل هذه الضروف لا تتوفر وبالتالي نحن نعاني من هذا الأمر صراحة نعم عندما نتحدث عن المرض بحد ذاته دكتور حسام وخاصة الكبد الوبائي تفضلت وشرحت عن التابعات خاصة الخطورة في انتشاره وسرعة انتشاره كذلك اليوم دكتور حسام إذا كان لك أن تطلعنا على المراحل التي يمر فيها المريض وخاصة الأطفال منهم وصولا إلى مرحلة حادة من الإصابة يعني الأطفال غالبا كبد الوبائي يبدأ بأعراض شبيهة بالفلوانزة يبدأ بألم في البطن وفي المعدة ويصحب هذه العراض ارتفاع في درجة الحرارة وهناك يكون يعني قيع وعدم طبول الطعام وطبعا وإعدام الشهية طبعا يفع هذا الأمر اللي هو ظهور إصفرار في الجلد وفي الأغشية المحيطة للعين والخم ومن ثم طبعا هذه المرحلة تكون مرحلة العدوى تكون خاصة في أول أسبوع من ظهور مصفرار في جسم الطفل وبالتالي هذه مرحلة خطيرة جدا لأنه قد يكون للمحيط يعني قد يكون تنتقل العدوى إلى الأفطان وممكن ما تظهر العراض بشكل مباشر إلا بعد أسبوع إلى ثلاثة أسبوع وبالتالي التنبؤ بهذا المرض شراحة صعب وخاصة هو المرض معدي في قبل أسبوع من ظهور الأعراض وفي أول أسبوع من ظهور مصفرار بعد ذهور مصفرار بأسبوع ممكن العدوى تثلاثة لكن صراحة ما حصل عندنا الآن أنه في نسبة 1% من هذه الحالات فممكن نقصة محا مضاعفات فهو فشل في عمل الكبد وبالتالي الأسف فقدنا أربع أفطان وكانت في بدايات المرض صراحة أعراض يعني كما ذكرت ولكن كان في وضع طبيعي سبحان الله تتقنبت ودخل الطفل في مضاعفات وللأسف الشديد لم نستطع نقضي منهم شيئا ففقدناهم في ذات المستشفى كبير نعم دكتور حسن نحن نضيف على هذا المشهد أيضا حالات سوء التغذية فهذه الحالات قد تصاب بالجانبين سوء التغذية من جانب وكذلك الكبد الوبائي وتصبح أساسا مقامة هذه الأجساد تكون لا تذكر وقفت العزيزة الآن يعني صراحنا سوء التغذية لها يعني قصة أخرى ولكن قلت الحالات من الأقوال صورة الحالات تقريبا يعانون من سوء التغذية وهناك سوء التغذية لها مراحل هناك من الحالات الخطيرة جدا وفي بداية طبعا الحصار المطبخ كان على شمال قطاع غزة فقدنا يعني ما يطارب 26 من الأطفال الآن نوعا ما يعني في هناك بعض الانفراجات البسيطة تحسنت هذه الحالة يعني أصبحنا الحالات بأعداد نوعا ما أقل ولكن صراحة يعني هذا لا يكفي يعني تتكلم عن سوء التغذية هو سوء التغذية ليس الطعام فقط وهناك هناك الضيطة المنزل هناك الخضروات وهناك الفواكه المطلوبة لكن شغال غزة الآن أكثر من سبع شهور يعني فقدنا شيء اسمه خضروات وفقدنا شيء اسمه خواكه وكنا نتعامل بسيطة بنظام مشروبات وبنظام الأكلات السريعة اللي هي كانت تيجي من خلال الجمعيات المشلسات المسهلة يعني صراحة ما زلنا يعني نراحض الحالات وخاصة مثل في مناطق الهواء أنه تتوافد أعداد من سوء التربية ويتم يعني الحمد لله تم معالجة عدد منهم لكن يعني نحتاج صراحة يعني وقت كبير طبعا لتصفيح هذا المصار ولمعالجة البقية يعني نسجنك المستشفى كمال عدوان أكثر من 52 حالة تحتاج إلى متابعة حتيثة في العيادات الخارجية لهؤلاء الحالات نعم شكرا جزيلا لك على مشاركة هذا المشهد دكتور حسام أبو صافية مدير مستشفى كمال عدوان كنت معنا من غزة